هاي الطريقة انا دائما اتبعها حتى امنع الازهار من التساقط واخلي ثمار البندورة والفليفلة والبدنجان تعقد بدون الازهار ما تتساقط من خلال هذا الفيديو رح اشرح كثير معلومات كيف نحافظ على ازهار الخضروات واشجار الحمضيات من التساقط وليش احنا لو ما نزرع الفجل يطلع عندنا نمو خضري بكثافة بدون الفجل مايربي روس مثل ما لكم شايفين اخوتي انا زارع هنا فجل والفجل مثل ما لكم شايفين كله نمو خضري بدون مايربي روس ليش هذا الفجل كله نمو خضري بدون مايربي روس لاني انا اول ما زرعت الفجل اضفت بذور بكثافة لذلك النباتات ما عم تقدر تتغذى بشكل جيد وامزاح مبعضها لذلك صار في عندي نمو خضري وما في روس بالارض طيب كيف بدنا نخلي الفجل يربي روس لازم نحش او نحصد كل النمو الخضري بهذا الشكل ونحاول نقلع جزء من النباتات المتلاصقة ونترك الفجل تقريبا بعد مرور 15 يوم او 20 يوم كله ياته رح يربي روس ورح تطلع عندنا اوراقه قوية وخالي من الامراض وبالنسبة الاوراق الفجل اللي قلمناهن بدنا نعبيهم بكيس خيش ونضغطهم بشكل جيد بقدمنا حتى يتكبسا ونستخرج الهواء من الداخل ويتخمرا بشكل جيد بعد مرور 4 او 5 ايام تقريبا وبعدين ناخد الكيس ونحطه بقلب الخط اللي زارعين فيه البندورة او الفليفلة او البادنجان ونحطنا بريش المي بقلب الكيس ونسقي كل الخضروات اللي مزروعة سواء كان فليفلة او بادنجان او شمام او بطيخ احمر او اي من انواع الخضروات الصيفية مثل ما لكم شايفين اخوتي بعد ما حصدت الفجل الفجل حاليا كل اياته عام يربي روس ليش لان الفجل تفرد بشكل جيد وصار فيه مسافة بين النبتة والنبتة والنباتات بلش ان يتغذن بشكل جيد لذلك الفجل كل اياته بلش يربي روس وهي هي اوراق الفجل اخوتي كل اياتها تحللت حاليا بدي حقنا بريش المي فيها وبدي اسقي باوراق الفجل المتحللة البذنجان والفليفلة والبنادورة والشمام والاخيار وكل الخضروات اللي انا زارعها في حديقة المنزل هذا سماد طبيعي وامن 100% افضل من السماد العضوي ب100 درجة واحسن من السماد الكيماوي ليش؟ لانه ما بيوا اضرار جانبية مثل ما لكم شايفين انا سقيت البنادورة باوراق الفجل المتحللة والنباتات بلشت تتنشط يوم بعد يوم وبإمكانك تسقي بهاي الاوراق المتحللة للخضروات حسب موعد السقاية كل يومين او كل ثلث ايام ابدا ما فيه اي اضرار جانبية عكس السماد الكيماوي وبإمكانك انت ايضا تحش الحشايش من بين الخضروات وتتركهن يتحللن وبعدين تسقيهن للنباتات يعني هذا السماد مو متوقف فقط على اوراق الفجل بإمكانك تشيل كل العشاب من حديقة المنزل وتخمرهم بقلب كيس خيش لمدة اسبوع وتسقي جميع انواع الخضروات في حديقة المنزل على اختلاف اصنافها انا حبيت اشارككم هاي التجربة لعله وعسى تستفيدون ويكون الي الاجر والثواب اتمنى منكم مشاركة المقطع حتى الكل يستفيد كان معاكم اخوكم مروان منصور من قناة اسرار الزراعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته